نبدأ معك رامز لنرصد المشهد من الجنوب اللبناني هذا الصباح نعم رويذة الأبرز اليوم هي صليت صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل وانفجر أحد الصواريخ الاعتراضية في سماء المطل وضع لم يصدر بعد حزب الله بيان رسمي بشأن هذه الصواريخ لكن على الأغلب هي رد على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة وآخرها كان اليوم فجر اليوم على بلدة النقورة حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة أدت هذه الغارة إلى استشهاد شخصين بحسب وزارة الصحة اللبنانية هذه الاعتداءات الإسرائيلية في وطيرة متصاعدة منذ الأيام الماضية وليلة أمس في ساعات المساء الأولى نفذت أيضا مسيرة إسرائيلية غارة على منزل في بلدة حنويه في قضاء مدينة سور أدت إلى جرح خمسة مدنيين بجراحة طفيفة كذلك كان منذ بعض الوقت هناك قصف مدفعي يتركز على بلدة الخيام في القطاع الشرقي وكذلك رويدا كان هناك غارة منذ بعض الوقت بين بلدتي كفركلة ودير ميماس كذلك في القطاع الشرقي واضح أن إسرائيل تصاعد من وطيرة هذه العمليات والاغتيالات بالأمس كان هناك أيضا أكثر من غارة على عيت الشعب وكان هناك غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة يارين أدت إلى جرح شخصين حزب الله رد بالأمس على هذه الاعتداءات باستهداف مواقع إسرائيلية الأبرز كانت بإطلاق صواريخ على الجليل الغربي وكذلك بإطلاق صواريخ بركان استهدفت مواقع برانيت وأيضا رميم والملكي وغيرها من المواقع الإسرائيلية هناك ترقب أيضا لرد حزب الله على هذه الاعتداءات الإسرائيلية في الساعات الماضية وكذلك الأبرز الترقب متواصل على هذه الجبهة التي يخيم عليها هذا الانتظار لرد حزب الله على اغتيال قائده العسكري فؤاد شكر الأسبوع الماضي كذلك تتواصل المساعي الدبلوماسية لمحاولة احتواء هذا التصعيد بدأ لفت أيضا الكلام السياسي لحزب الله بالأمس نائب حزب الله علي فياض قال إن رد حزب الله سيحصل وأن الحزب لن يسمح لإسرائيل بتجاوز قواعد الاشتباك مهما كلف الأمر لكنه أضاف أن الحزب يتصرف تحت سقف عدم التضحية بمصالح لبنان ومصالح اللبنانيين إذن هذه هي الصورة حتى هذه اللحظة في الجنوب اللبناني شكرا